السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنشارك معكم وجبة سهلة وسريعة واقتصادية بدون لحم بما ان حاليا الوقت ديال الشيف لور والوقت ديال البرد فتفكرت هذه الوجبة هذه اللي كنا نحضرها في ايام زمان وكان نرافقها مع برداتي بالشيبكة جيا سلام بقوا معي احتلالخر ديالفيديو ومرحبا بكم على قناة ام زيناي لكنتوا اول مرة كتشوفوني فما تنسوش ديروا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بلما نطول عليكم نبدأوا على بركتي الله غادي نحتاج هنا حبا ديال ماطيشة المعدنوس بوحدو بلاقصبر جوج دروس ديال تومة وبصلة صغيرة وغادي نحتاج هنا الشيف لور الكمية دائما كتبقى على حسب افراد الاسرة بالنسبة لي انا غادي ناكلها غير بوحدي فغادي ندير كمية اللي تكون قليلة الى كنتوا غادي نتحضروها كوجبة الغدول للاشاة الافراد لأسرة كلها فاكيد غادي نطاعفوا الكمية بشاكة كتجيكم القياس مزيان كنناخدو هنا الشيف لور وغادي نقطعوه بهاتطريقة الشيف لور كنغسلوه مزيان كيف كتعرفو راكي يكون فيه الطراب كنقطعوه بهاتشكل هادا ممكن تحكوه في الحكاكة ديال ماطيشة ولكن انا فضلت انه ويبقى لي طريفات اللي باينين فبقيت كنحلوه حتى ولا لي طريفات اللي صغار بدون ما انه يجي رقيق بزاف كنحصلوه على هذه النتيجة في الاخر غادي نديرو كيفور من بعد ما كنغسلوه مزيان من طبيعة الحال غادي نديرو كيفور وندوزو باش نحضرو لاصوس اللي غادي نوضعوه معاها كنناخدو واحد طاجين ولا مقلة لا حسب فاش ما بغايتو تديرو كيبقى ليكم الاختيار هنا خديت انا الطاجين وخديت داك ماطيشة حكيتها زولت ليه الزريعة وحكيتها هي والبصلة والتومة والربيع حتى هو قطعت ورقيق وغادي نضيف عليهم ماطيشة الحك قياس معلقة تكون معاها مراش مزيان ممكن تستغنوا علي لما كانتش متوفرة كندير عليهم شوية ديال الزيت وشوية ديال الملحة وكنخليهم حتى كيتشحروا على خاطرهم ما كنضيفش العطرية في هاد المرحلة هادي باش هاكا ما كنتحرقش ليه كنخلي حتى كيتشحروا لي هاد البصلة مع الربيع والتومة وماطيشة كنخليهم حتى يتشحرهم زيان عاد غادي نضيف عليهم التوابيل حتى اللخر صافينا كنسد عليهم وكنخليهم حتى كيتشحرهم زيان وكيهبطوا بهات الشكل هادا في هاد المرحلة غادي نضيف الشيف لور لي فورت كنخليهم شوية قابة فراسو ما يدخلوش طياب بزاف توابيل كامون تحميره البزار قصبور يابس كينجبير والخرقوم كنديرو شوية شوية من الحاجة صافي وكنخلطو هنا مزيان باش هاكا كيه دخل لنا ذك التوابيل وكي يتشرب لنا لاصوس مزيان وغادي نغطي عليه وكنننقس العافية نخلي العافية تكون مهيلة حتى كيتشرب لاصوس على خاطره باش هاكا كي يجينا بنين وبنسبة المرحلة الاخيرة فكتبقى اختيارية غادي نضيف واحد شوية ديال المعدنوس اللي كيكون مقطع رقيق باش هكا كي يبقى ليا دك الجهد ديالو وضيفه حتى واحد الخويت ديال الزيت البلدية انا هنا ما بانش ليفتصوير ولكن نضيفه راح تاوك يعطي واحد البنن اللي كتكون زوينة بزاف هنا كنبقى مرة مرة كنحل علي وكننحرك باش هكا كي يتشرب لي يمزيان دك لاصوس كنخلي حتى كي يختار على خاطره فهذا المرحلة ممكن تديرو البيض هاد الشيف لور بهالطارقة هدي معروف ان انا كنديرو فيه البيض من الفوق ولكن انا استغنيت على البيض غادي ندير غير الفرماج من الفوق وانتو ما ممكن تخليوا غير هكا كاك اولا ممكن تديروا لي هالبيض انتو ما اشنو كتفضلوا كي يبقى لكم الاختيار كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم كنتمنى انكم تجربوا ويعجبكم وينال استحسان ديالكم وكنتمنى نكون خفيفة على قلبكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والدعم والتشجيع ديالكم وشكرا بزاف الناس اللي دائما كيتبعوني نتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله ومع وصفة جديدة ونهاركم مبروك اشتركوا في القناة